في العراق تتواصل عمليات غسيل العملة الأجنبية وتهريبها والتي وضعت الحكومة في أزمة حقيقية فبعد أسبوع على زيارة إليزابيت روزنبيرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى العراق وتلوحها بعقوبات عليه يواجه السوداني تهديدات جديدة لكن أكثر حدة أثناء زيارته لنيويورك التهديدات الجديدة أطلقها وكيل وزير الخزانة الأمريكي بيريا نيلسون مؤكداً التزام واشنطن وبالحرف الواحد باشتثاث الساعين لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والانخراط فيه وهو ما ظهر جلياً بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الوزارة على أفراد وشركات مؤيدة لميليشيا حزب الله اللبنانية هذه العقوبات يقول نيلسون إنها تدل على أن هناك الكثير لدى حكومة السودانية تفعله حيال غسيل الأموال وإساءة استخدامها من قبل ميليشيات وصفها بالمارقة مرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني على الجانب الآخر لا يزال رئيس الحكومة محمد السوداني يصر على جهود حكومته في إطار مكافحة عمليات تهريب العملة وقيام بإصلاحات قانونية ومصرفية وملاحقات على المستويين الإجرائي والقضائي لكن هذه التصريحات كما أنها لم تقنع واشنطن لم تقدع أيضاً الداخل العراقي الذي لم يعد يثق على ما يظهر بحدوث أي تغيير قريب مع انخفاض سعر صرف الدينار والتلاعب به من قبل المصارف التابعة لإيران في العراق وتؤكد اللجنة المالية النيابية أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجفيف منابع تهريب الدولار مع وصول صرف الدينار العراقي إلى وضع لا يحسد عليه منذ قرابة عشرين عاماً لكن الإجراء الهم الذي يجب على السوداني القيام به بحسب خبراء اقتصاديين هو إنهاء التغاضي على ما يجري لصارح إيران ومصارفها في العراق وما تتركه من تبعات كارثية على اقتصاد البلاد المنهار أصلاً في وقت تستمر إيران بابتزاز أمريكا بصفقات الرهائن حيناً وبعمليات تهريب الدولار حيناً آخر لتجنيب اقتصادها الانهيار ولو على حساب العراق الذي تدعي صداقته